في ألف طريقة تواجه فيها البقا بقا صعبة وما بتنشي بقا عميقة وما بتروح شو ما صار عندك طريقة واحدة النشا للنظافة العميقة بأقوى تكنولوجيا ألمانية يتغلغ الأعمق لإزالة أعمق البقع لما يتلف القماش لأحسن نظافة بساعدني مولفين كي جي رمضان نتفكروا القعدة مع العيلة تقربنا من الله بالعبادات الرحمة اللي تنزل بيناتنا بساحد العام رمضان جانا بصفة ما كناش قاعد نستنو فيها جانا وكل واحد فينا بعيد على أهله بعيد على أحبابه وجيرانه بسا حتى وما نقدروش نكونوا قرب من بعضانا نقدرو نبقاوا متصلين بيناتنا ترجمة نانسي قنقر متوحش ضمه متوحش خزرة عينيك يا يما بعيد عليك وما قدرت الخب يما ناري بغيت نشوفك يما بغيت الدنيا نعطيك يا يما 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 اشتركوا في القناة 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 وصديقي في الحياة أمين ميموني هؤلاء الناس محترمين ما شاء الله يعني تكتوري أشخاص طيبين ممثل والله الأرتيست الجميل جدا تلقايها حساس حنين يضحك ونشكر قعل فريق كل واحد تم وخدم يعني من قلبه وكان مسلسلة عنية ديناه بالنية ونكمله بالنية إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله المسلسلة يتوقفوا السنة الجاي إن شاء الله نشوفكم في مسلسلة بتاعكم إن شاء الله وفرصة سعيدة إن شاء الله وننجحوا كامل مشكر ماليكا بالبي وهذا الشرف لي اللعبت معها اللعبت تدور وتدور يما الشرف الكبير لنا كامل كنت لمينا كامل وتضعنا في كف وسيد أحمد داقومي في كف سيكون الفوق ونحن بعد نحييه بزا بزا ورب يطوله في عمره إنسان طيب إنسان محترف جدا تعلمنا منه وشرف كان شرف كبير لي نحييه آآ 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 في ألف طريقة توجه فيها البقا بقا صعبة وما بتنشئ بقا عميقة وما بتروح شو ما صار عندك طريقة واحدة نشا للنظافة العميقة بأقوى تكنولوجيا ألمانية يتغلغ الأعمق لإزالة أعمق البقع لما يتلف القماش لأحسن نظافة بساعديني من تصلين بيناتنا شكرا 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 موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في المشترسة شخصية حمزة تظهر في الحلقة البدداء من حلقة التاسعة بعدما يكون تقريباً أهم الأحداث تعرف عليها الجمهور وتعرف على أهم الشخصيات لذلك يبدأ لحبك أكثر شخصية حمزة هو رجل مخابرات رجل مخابرات يأتي لكي تنكيطه في أفضل المشاكل سوف تنكيطه في سوف تنكيطه يجب أن تنكيطه في شخصية خالد التي تنكيطه فيها من خلال الشكاوي التي تقدمها من طرف بعض الموظفين وبعض الانتوراج لذلك أعتقد أن هذا هو مخابرات لا يوجد الكثير من المشاكل في المشاكل مقارنة مع شخصية الأولى لكن المشاهد تواهة تعتبر مشاهد تحرك أحداث الحكاية ككل أول مرة نتعامل مع محمد الرغيس اللي هو بطل المصرحية يكومبري بعض الشخصيات الأخرى وفيه بالمقابل ثني أيضا هناك شخصيات أخرى لنعرفها من قبل تعاملت معها مسرحيا وسلمائيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة ترجمة نانسي قنقر سؤالي في المدينة سألتك المشارجة في المدينة المترجم من الترجمة المترجم انتظروا في المدينة لقد كانوا نحقًا بحبًا بالمناسبة المترجم choice هو صفحة الصفحة لماذا يتعمل معي لكنه يعتبر حقاً انتم تكون قائمة وعندما ينسون مختلفة قائمة مرض يتعمل معي أنا أفضل من الأهم بعض الضغطة مع أن أعرف التكنيسية وما تأثير من الناس نحن نملك والكمل مفقق به اشتركوا في القناة 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 لإزالة أعمق البقع لما يتلف القماش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة